تطورة فيروس كورونا لهذا اليوم أهلا بكم تعمل الحكومة المصرية بشكل مكثف لتنفيذ خطة التعايش على كافة الأصعدة حيث قيمت اليوم الصلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن في القهرة بعدد محدود من المصلين وزارة الأوقاف أشادت بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية أما من جانبها أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول تحقيق أهداف التنمية بالتزامن مع أزمة كورونا مشيرة إلى أنه في يناير عام 2018 بدأت مصر في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة والمعروفة برؤية مصر 2030 التي أطلقتها عام 2016 وذلك لكونها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية رغم دخول أغلب دول العالم مرحلة التعايش مع فيروس كورونا إلا أن الفيروس ما زال يهدد بحياة الكثيرين ففي دولة الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 813 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع بذلك عدد المصابين داخل الكويت إلى 48672 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 360 حالة وفاة أما في المملكة العربية السعودية فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4193 حالة إصابة جديدة ليصبح إجمالي الحالات داخل المملكة 200118 حالة فيما تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة يرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 1802 حالة وفاة على مستوى العالم تتسارع الدول في إنتاج علاج لفيروس كورونا من أجل القضاء على تلك الجائحة ففي هذا الأمر سمحت المفوضية الأوروبية باستخدام عقار ريمدسفير المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بفيروس كورونا أقالت المفوضية أن ترخيص اليوم الأول لأول دواء لمعالجة فيروس كورونا خطوة مهمة إلى الأمام في المعركة ضد هذا الفيروس أما الحكومة البريطانية من جانبه أعلنت رفع شروط الخضوع للحجر الصحي للقادمين إلى البلاد من أكثر من 50 بلد موضحة أنه اعتبارا من العاشر من يوليو الجاري لن يحتاج المسافرين الذين يزورون البلد التي ينظر إليها على أنها منخفضت الخطورة في الإصابة بالفيروس إلى عزل أنفسهم عند أولدتهم إلى المملكة المتحدة تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر